السلام عليكم زيكم عاملين ايه يارب تكونوا بخير وانتم بتشوفوا الفيديو ده معاكم جهات شوئي الحديدي ودي قناتي اشتركوا فيها وفعلوا الجرس ان شاء الله هتلاقوا فيديوهات حلوة جدا ويها تنفعكم لو اول مرة تشوفوا قناتي او تشوفوا يعني الفيديو ده اللي طلع قدامكم خدوا كده لفة في القناة هتلاقوا فيها فيديوهات متنوعة جدا وحلوة جدا وحاجات عن الطبخ وحاجات عن تنظيم الوقت وحاجات عن روتين البيت وازاي نستفيد من وقتنا اتمنى يعني ان القناة بتاعتي تنول اعجابكم وشاركوني طبعا كل قراءكم وتعليقاتكم اكون شكرا لكم بحب اقدم لكم كل ما هو مفيد او لو على الاقل تستفيدوا حاجة من الفيديوهات اللي انا بقدمها بكون سعيدة جدا ودي اقصى حاجة يعني ممكن تفرحني ان حد يقولي انه عمل طبخة وطلعت معه حلوة او انه استفاد ولو معلومة صغيرة او حتى اتشجع ان هو يقوم يعمل اي شغل في البيت دي حاجة كويسة جدا وشكرا طبعا لكل اللي بيتابعوني بشكركم من كل قلبي انتم منورين القناة وشكرا لتعليقاتكم الحلوة المشجعة عايز اتكلم معكم النهاردة على شوية نصايح هو كهو فيديو يعني مفيش فيه اي تصوير يعني لكن هو شوية كلام كده او دردشها مع بعض علشان انا يعني اعايزكم تتفعلوا معايا وتكتبولي في التعليقات واتعرف على الناس اللي بيتابعني بيجي لمشاهدات كتير جدا بقى مش عارفة المشاهدات دي مين ياريت اللي بيتابعني باستمرار يعلق لي ويقول لي هو منين عشان يبقى فيه تفاعل وتواصل معانا دايما ولو حد طبعا عنده اي سؤال او اي استفسار يسألني وانا ان شاء الله هرد عليه تعالوا نتكلم عن شوية نصايح ممكن يحولوا شغل المطبخ بتاعك لمتعة يعني ما تبقاش مداقة وانت دخل المطبخ او انت كرها مثلا المطبخ خلي المطبخ بتاعك يعني يحاول تسيطري عليه ودخلك المطبخ عشان تسيطري عليه حاول تحفظ على نظافته افضل يعني معظم الوقت تخليه نظيف ازاي خلي المطبخ بتاعي معظم الوقت نظيف لو فيه اي كراكيب يعني السر انت تتخلص من الكراكيب ساعات الكراكيب او الحاجات اللي ملهاش لازمة او الاجهزة الزيادة اللي مثلا على الرخامة ملهاش لازمة او مش هستخدمها في الوقت الحالي دي بتعمل دوشة وزحمة في المطبخ فاي حاجة مش هتستخدميها دايما نخلي الحاجات اللي هتستخدمها تحت ايدك بحيث ان انت مثلا هتدخل المطبخ تعملي اكلة معينة كل حاجة تحت ايدك وتخلصي وتطلعي بسرعة بدون اي زحمة وبدون ما تعد تفكري هعمل ايه فده لو تخلصت من الكراكيب ده هيخليك تسيطري على المطبخ بتاعك لو ما فيش اي حاجة لاستخدام يومي تخلصي منها فورا كمان بالنسبة للمواعين والاطباق والمعالق والكبيات شوفي انتو موجودين في عدد افراد اثرتكم كامل الموجودين في البيت والحاجات اللي هتستخدموها يعني مثلا لو كل واحد ليه مج شاي او كبيات عصير كل واحد ديه الكباية المخصصة بتاعته بحيث انها لو استعملناها تتغسل على طول وتتحط في مكانها وبرضو نفس الكلام بالنسبة للاطباق بحيث ما نعودش نسحب كبيات واطباق ومعالق على الفضل والمليان فجأة كده تدخلي تقريبا في ظرف عشر دقيقة المطبخ اتمالع عندك مواعين من غير اي سبب وبدون اي لازمة فاحنا هنحاول نقل العدد الادوات المستخدمة زي الاطباق والمعالق والحاجات دي على قد الاستخدام انت قدري الاستخدام وقدري الحاجات اللي انت هتستخدميها علشان تكوني منظمة في مطبخك وبالتالي تحس بمتعة وفرحة ان انت دخل المطبخ هتخلص المهمة المطلوبة منك او الاكلة او الوصفة او لو دخلت تعمل حلويات والدنيا هتبقى تمام معاك وهتشطاب المواعين في ساعتها وانت واقفة ايه برضو اما تيجي ايه انتو عارفين فكرة الشفات النجحة يعني ايه الشفات النجحة يا بنات مثلا لو بنشوف الشيف او كده كل ايه كل الحاجة بتبقى ايه متجهزة قدامه وكل تحضير الاكل متجهز قدامه بتقولي يا سلام لو ابقى زيه كده يعني تدخل تعمل الوصفة كل حاجة تكون متحضرة وي ايه مسبقة التحضير ومتأشرة ومتجهزة معانا يا دوب بس هو هيحط الحاجات فوق بعضيها وخلاص كده الاكلة ايه تمام فانت عشان ترتاحي بالطريقة دي وتعملي كده يعني حاولي مثلا لو انت بتفقري في الاكلة لتاني يوم لو في حاجة تقدر تجهزها من بالليل جهزيها لو في حاجة تقدر تقشريها وتجهزيها ده هيوفر عليك جدا وهتصحي الصبح ريئة وخلاص انت مش شايلة هام التحضير الكتير او المتعب قبل الوجبة ساعات تحضير الوجبة او الطبخة يعني الطريقة الطبخة نفسها سهلة لو ما فيش فيها اي حاجة لكن التحضيرات اللي قبلها زي التأشير زي الغسيل زي النقعة زي مسلا هنتبل حاجة كل ده بياخد وقت ومجهود مننا فعشان توفري وتختصري عليك كل ده وتحس بمتعة في المطبخ يعني قليلي حضري الحاجات دي مسبقا وكمان اللي بيسهل كده التفريز انتو عارفين التفريز ده يعني نعمة بجد يعني التفريز ده نعمة بجد لو تنتهزي التفريز ده له اساسياته زي مثلا مش هنجيب مثلا الحاجة غالية ونفرزها لأ انت انتهز الفرص يعني الحقيقة فرص انتهز الفرص كده لو فيه وقت جه خضار في موسمه سعره كويس او سعره رخيص لحد ما ممكن تجيب منه كمية وتفرزيها زي الطماطم محدش بيستغنى عن الطماطم في اي طبخ زي التوم وايسي بقى على كده كل الخضروات هتحتفظ بيها في التلاجة وقت كده هتطلعي بقى كل حاجة مثلا لو انت مثلا اليوم ده تعبانة او مش فاضي او مشغولة هتطلعي كل حاجة التومطم متفرزة اتوم متفرز مش عارف في ايه هتجيب كل حاجة وتحطها على بعضها ويهي الطبخة خلصت بسلام والحمد لله ان شاء الله يعني تكون كل حاجة عندكم كويسة وكمان ادخل المطبخ وانتي لابسة كويس ولما شعرك علشان يعني ملابس مريحة تعرف تشتغل فيها وتتحرك فيها وتكون مرتاحة نفسيا كتير مننا يدخل المطبخ يحس ان فيه مثلا زحمة او فيه كركبة او الدنيا ملخبطة ده بيبقى بسبب زي ما قلتلك في الاول الحاجات اللي ملهاش لازمة او الرخامة اللي مزدحمة تفاصيل كتير جدا ممكن ما نكونش بنستخدمها في الوقت الحالي فتخلصي من كل ده وخلي الدنيا حواليك ريئة ونضيفها وحاولي طبعا الرخامة دايما تكون نضيفة على طول باستمرار وانتي لو على طول باستمرار ان شاء الله ده هيوفر عليك كتير من المجهود ومن المجهود والتعب او وكمان يعني خليك وانت مثلا بتقدم الاكل عشان تحس بمتعة في الطبخة بعد ما تطبخ الطبخة قدم الاكل في تناسك يعني حط الاطباق كده الاطباق كلها تكون متنسكة مع بعضها يعني نفس الاشكال مثلا لو ما عندك مثلا من قطع خضار او فواكه زيني بيها الاطباق هتحس بمتعة هتحس كده ان انت انجزتي هتحس بالنجاح ثقتك بنفسك هتعلى ابسطي نفسك وبسطي اللي حواليك بالحاجة اللي انت بتطقنيها مثلا زي الاكل وصدقيني ده كله هينعكس على شخصيتك وعلى نفسك وكل حاجة ان شاء الله هتكون تمام اتمنى ان الفيديو يكون نلقي عجبكم وعجبكم او استفدتم منه ولو بمعلومة صغيرة الفيديو ده كان للدردشة شاركوني واكتبولي تحت في التعليقات اكون شكرا لكم جدا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة